اشتركوا في القناة وتم التثمية دعب النبات العجيب بسبب خواصه المتعددة وشجير بالذكر أن هناك ما يقارب 580 نوع من الصبار ومع كترة وتعدد أنواع عاد النبات العجيب نجد أن هناك اختلاف في أثمائه كذلك فلكل نوع اسمه وخصائصه المختلفة عن غيره وكذلك تتعدد أنواع الصبار التي يتم ذرعتها في المنازل أو الحدائق من أجل المنظر الطبيعي أو الفوائد العديدة التي تحملها ومن فوائد الصبار عصيره الذي يحتوي على معصارة أو الجيل الذي يتم استخراجه من قطع أوراقه والذي يحمل العديد من الفوائد الثحية للبشرة والجيثم والتي تساعد على ترتيب الجيثم لما يحتويه من كمية كبيرة من الماء كما أنه يفاعد على تخلص الجيثم من الثمو كما يحتوي عصير الصبار على العديد من العصائر الغدائية والتي تحفن من إنتاج أعضاء الجيثم مثل الكبد والكلي ويعالج الإمثاث فعصير الصبار ينساعد على إمداد الجيثم بالماء وبالتالي يزيد الماء في الأمعاء مما ينساعد على تخفيف الإمثاث وتسهيل عملية الإخراج كما يلعب دور مهم في نقاء البشرة بحيث ينساعد الصبار على تقليل ظهور حب الشباب وتكرارها لما يحتويه من مضادات الأكثاد والفيتامينات التي تحتاجها البشرة وكذلك يقلل من الأمراض الجلدية مثل مرض الثضافية والتهاب الجلد كما يساعد الصبار على حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة وتخليل التجاهيد والخطوط الدقيقة بها وكذلك له فوائد غذائية ويعتبر المفضل النباتي الوحيد الذي يحتوي على فيتامين بيتلاش كما أنه يحتوي على العديد من المعادل والفيتامينات مثل فيتامين بي وفيتامين جي وفيتامين أش وكذلك حمض الفوليك كما يحتوي على كميات قليلة من النحاس والسوديوم والكالفيوم والكروم والبوتافيوم والمنغانيز والفيلينيوم والذنق والمنغانيز له وللتذكير فقط أحب أن أذكركم إخواني وأخواتي بأنني وضعت عدة حلقات حبارة عن شورت لأنواع عديدة من نبات الصبار أنواع مختلفة فبإمكانكم الرجوع للحلقات السابقة للتعرف على أنواع الصبار التي سبق لي وضعها والتعرف على مزاياها كذلك من هنا إخواني وأخواتي تنكون أخذك أتمامنا حرقة اليوم وسنودعكم على أمل لقائبكم في حرق قادي وإن شاء الله